فوق الجواب الدبلوماسي انا اعبر عنه هذا الدبلوماسي اتعبر عنه هروب عن الجواب مولان صراط النجاة في اجوبة الاستفتاءات لسيد القوئي ومرز جواد التبريزي شوف عندما يسأل هذا السؤال الخطير ماذا يجيب في السؤال 1607 هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لظلع السيدة فاطمة صحيحة شنو برأيكم التفت الى السؤال جدا السؤال ذكي ماذا يسأل انه صحيحة لو مو صحيحة يسأل شنو فهو لابد ان يجيب على رأي الاخرين لو على رأيه ها على مبنى لو مبنى الاخرين ماذا يجاوبه يقول ذلك مشهوره هذا مبنى لو مبنى الاخرين ليش ليش ما يجاوب السيد الخون لأنه يدري يدري بانه اذا فتح هذا الباب عليه بعد يبقى يبقون له باقية ولا يبقون له باقية ما يبقوا له سيدنا دي نسألك عن رأيك مو عن ماذا يقوله الاخرون هو يجيب او لا يجيب حتى انت سميه روب سميه دبلوماسية سميه ايهام سميه ما اريد اقول غير شيء بعد شدري سميه سميه واللطيف التفدوا جيدا واللطيف هو عندما يأتي في مصباح الاصول يقول ارجع على مصباح الاصول ماذا يقول عن الشهرة تعالوا هذا مصباح الاصول للبسود الجزء الثاني صفحة 141 البحث الرابع في حجية الشهرة القسم الاول الشهرة الروائية شوفوا ماذا يقول يقول فتحصل مما ذكرنا عدم كون الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين يعني مو حجية القسم الثاني الشهرة العملية بمعنى استناد الشهرة الى خبر في مقام الافتاء او كذا التحقيق عدم كون عمل المشهور جابنا على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه كما في قضية ماذا كسر الظلم ضعيف السند يقول استند اليها المشهور يقول حجة وليس بحجة ليس بحجة الى ان يقول فتحصل في صفحة فتحصل ان الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها الجواب شنو هنا قرناها شنو مولانا شنو المعروف معروف عد الحوام وشنو قيمة هذا على المنبر وانو هذا هو من الحوام شنو على القيمة الكلام وين في كلمة مشهور هاي صغر القياس والشهرة شنو ليست بحجة اذا انثبت عند السيد الخوي كسر الظلع ولم يثبت شو تقولوا شيعي لهم وشيعي سيد الخوي تبين مسكين فقط ذاك السيد مولانا عندما قال بانه لم يثبت عندي لا بد تصدر الفتاوى شنو ها لا خارج عن المضاء بس التضيير واللطيف ان هذا هو مبنى المرزة المرزة التبريزي لان المرزة التبريزي في اول الجزء الاول قال كل ما لم اعلقه فهو شنو رأيي الا انا امامكم اعزوك ها التفل ها هذا السؤال 1607 الخوي اكو تبريزي لو ما اكو تبريزي ها شوهون انا التبريزي انما ترفعون مكان اللي مو موافق للسيد الخوي ماذا يقول اهنانا شنو هسا قد رأيه بعدين تبدل ما عندي علم ولكن هنا الى هذا اليوم اذا من ينكر كسر الظلع يخرج عن المذب اذا هنا اللي ما معلق من زجوات تبريزي فهو كان شنو ها خارجون عن التشريب